نلوح لأخبرنا إدارة نادي الزمالك هتعقد جلسة بكرة لاتنين مع أخوان كلوس أسوريو أهم حاجة في الجلسة دي هيتم المناقشة عليها هي مصير بعض الأفراد في الجهاز المعاون لأسوريو ده في ذلك شكوى من بعض اللاعبين من بعض الأفراد داخل الجهاز المعاون وأسوريو هينقل هذه الشكوى وفي أسماء ممكن ترحل من الجهاز المعاون خلال الأيام القليلة القادمة خبر آخر ومتعلق أيضا بأسوريو أسوريو قرر استمرار محمد عواد في التشكيلة الأسية للزمالك قدام مأزد في الدوري وأيضا في مباراة في نصف نهائي كأس مصر هو شايفه أنه ينفع أو يقدر يكمل تعرفين طبعا أسوريو كان مقتنع جدا بمحمد صبح وتقريبا مش شايف محمد عواد السراجل لما لعب واشتغل واكتهد وقدم مباراة كويسة يبدو أن أسوريو يعتمد عليه الفترة اللي جاية ده فيما يخص أخبار نادي الزمالك